اشتركوا في القناة وقد اثر بجوار جثماني على حزام الناسف وتم التعامل معه وابطاله في القاهرة ادانى المتحدث باسم الخارجية مستشار احمد ابو زيد ادانى التفجير الارهابية الذي وقع بمدينة تكريت العراقية الذي تمناه تنظيم داعش الارهابي واصفر عن مقتل اكثر من 25 شخصا وكذلك اصابة العشرة كما اكد المتحدث وقوف مصر وتضامنها الكامل مع العراق في مواجهة ظاهرة الارهاب والتي تستادف زعزعة امنه واستقراره في العاصمة الكورية الجنوبية سول ايدت المحكمة الدستورية قرارا سابقا للبرلمان يقضي بعضل الرئيس باركت جونهي بسبب تورطها في فضيحة فساد وقال رئيس المحكمة الدستورية ان ما قمت به الرئيسة جون يعد اساءة بالغة للديمقراطية وسيادة القانون بالعاصمة الالمانية برلين اعلنت الشرطة ان المشتبه به في الهجوم بمحطة القطارات الرئيسة في دوزلدورف يعاني على ما يبدو من اضطرابات عقلية وقالت الشرطة في بيان انه يتم حاليا التحقيق مع المشتبه به لمعرفة ما اذا كان مهاجمون اخرون شاركوا في الهجوم يذكروا ان الحاجث قد اصفر عن اصابة خمسة اشخاص شدي الكرام انتهت هذه الجولة ولكن لقاءنا متواصل